تحديث جديد من فأكيد هنعمل عنه اكتر من فيديو ده اسم التحديث يمكن تكلمنا في الفيديو اللي فات عن ايه اللي جهور موجود جهو التحديث او ايه اللي منزلينه جهو التحديث ولكن النهاردة هنشوفه فعليا يمكن التحديث وصل لكل الناس فالنهاردة هنعرض ايه الحاجات اللي موجودة جديدة في التحديث. اهلا بكم في فيديو جديد من وحلقة جديدة وديب سيكريت سوب ديب وقت للتحديث الجديد تحديث تقلية خمسة اتنين من يمكن التحديث نزلوا شخصات جديدة نزلوا مناطق جديدة وده يمكن الاغلب الناس مهتمة بيه ولكن مش كل الناس فتحت المناطق الجديدة وده اللي هنعرضه في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا بنفكر اي حد خلاص احنا فاضل لنا رقم قليل جدا على ان احنا نوصل الالفين فعايزين نستمر بقوة كده نوصل الالفين بسرعة. فاي حد بتفرج علينا يدوس على الزرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيلوا تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا ويلا بينا نفتح اللعبة ونشوف مع بعض التحديث هيكون جوائي. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الحاجات الموجودة وهنا ايه السرار الرميها العميقة لعنة وموقع جديدة منجم الملح ومخيم العبادة. بتل العطلات وتجربة لمتعددة المنصات يمكن تجربة المنصات المفروض ان هم قالوا ان هي في تلاتة ستة. في تلاتة ستة بيتهيقلي هتشتغل ليبقوا خلاص يبقوا هم اه اعلنوا عنها بشكل رسمي. ولكن لسه بيتهيقلي آآ لسه تحت التجربة دلوقتي. فاعتقد ان مطلوب من الناس ان هي ما تنقلش دلوقتي. هندوس شكرا طبعا وهنكمل في البداية بتاعة اللعبة. طبعا هيطلع لنا شاشة تانية طبعا رحمة تعودين خلاص التحديثات بقى ان عارفين نظام التحديثات فالمفروض هيطلع لدلوقتي شاشة تانية مكتوب فيها بقى الحاجات نفسها اللي موجودة جوه اللعبة. طبعا في الاول كده بياخد وقت عشان الحاجات الجديدة لسه بيشغلها آآ داخل اللعبة. آآ طبعا لعنة دي احنا هنشوف القصة بتاعتها لان دي هي قصة ويعتبر مش قصة طبع آآ القصص اللي موجودة قصة جديدة هي لعنة دخان المقدس هناك شيء شرير يحدث في اماق البحار. مواقع جديدة منجم الملح ومعسكر التقوص اللي هي اللي احنا قلنا عليها. آآ الرغاء الملاحظة لفتح منطقة الاهوارة على خريط العلمية تحتاج الى اصلاح القارب البخاري على موقع الرصيف. طبعا دي برضو من النقط اللي عدلوها. وزي ما انت شايفين كده يمكن آآ حطين آآ صورة لي آآ اللي موجود دي يمكن في او في المهالة العميقة. آآ ده آآ موجود كده طبعا في التاجر اهو هنروح ونشوف برضو التاجر آآ بيبيع الحاجة جوة المنطقة ولا لأ. اول حاجة هنبص عليها المجانة هنا بقى العروض اللي بقت موجودة بقت خمس سنديق. احصل على مكافأة مضمونة لكل عرض اعلان بقى انها بنتفرج على خمس سنديق. تمام? اول اربع سنديق يمكن لما يدوس على الصندوق بيطلع لك ايه الحاجات اللي موجودة جواه يمكن اربع اول اربع سنديق زي بعض. والصندوق الخامس يمكن هو اللي اوضح شوية زي ما انت شايفين كده مفروض انه بيطلع حاجات احسن. ولكن برضو فكرة كوائسة منهم ان هما يزودوا الاعلانات. كده هيزودوا داخل للعمة فالمفروض ان هما دور مكافأات اكتر. وده ايه تلحاجة اللي في البنادق والدروع واللوازم يمكن اه زي ما هي. هنتفرج كده ده اخر صندوق. طبعا اتفرجت على الاعلانات ما جبتلكوش الاعلانات. في الاخر اطلع يعني خمسة فضة. في الاخر يعني برضو مش واو يعني. ولكن اهي فكرة كوائسة ممكن نبقى نشوف الحاجة اللي موجودة. اه بالنسبة للملاطق الجديدة برضو عشان الناس اه تبقى شايفاها هي في المنطقة هنا زي ما انتم شايفين كده معسكر الطائف الدينية ومنجم الملح دول برضو بقوا موجودين. يمكن قصة منجم الملح ده انا مش فاهمها اول ليه منجم ملح ولكن هو يمكن عشان القصة. معسكر الطائف الدينية زي ما انتم شايفين كده اخفض الطائفيون الطريق. فاحنا لسه مش هنعرف نروحه دلوقتي غير لما نرعب القصة. طبعا بايو طائر السرو احنا عملناكم طائر السرو والبايو يمكن مفروض نحكو ده هننزلها ولكن خلينا بقى نزلها بعد التحديث. آآ نبص على التحديث الاول ونروح بعد كده الى منطقة آآ بايو يمكن بقيت الحاجات والجبال اللي في النص دي مش عارف الجبال دي هتبقى اسمها جبال ايه? خلينا كده نروح نبص على آآ حاجة تانية وهي برضو التطوير. التطوير دلوقتي بقيت لما باجي ادوس على التطوير بيطلع لي ان انا لازم آآ تحت عالي من درجة اربعة لدرجة خمسة آآ الارض تمام? وفوق السنديق يمكن شكل الصندوق اللي هو مستوى آآ خمسة بقى او مستوى ستة. آآ زي ما انتم شايفين كده الصندوق صورته مش بينة وكاتب لي يعني الحاجات اللي تحت بتاعت الصندوق الحاجات اللي عفوا بتاعت الارض والحاجات اللي فوق بتاعت الصندوق عشان برضو بقت اوضح. آآ تعالوا نروح نبص على التاجر ونبص كده على التاجر المفروض ان هم اعلنوا ان هو هيدي تلت قطع. طبعا آآ ده الحساب التاني عشان برضو الناس آآ شايفة ان انا كنت بلعب بحساب وده حساب تاني ان حساب الاولاني انا خلصت في البخيرة فهم مش هتظهر لي اصلا قطع التجديد بتاع البخيرة خلاص ولكن الحساب ده زي ما انتم شايفين كده بقى بيدي تلاتة آآ فطبعا بنقدر نشتري دلوقتي التلاتة هيخلي الموضوع اسرع شوية في ان احنا الناس اللي ما فتحتش المركبة آآ او ما صلحتش السفينة اللي تقدر تصالحها. بالنسبة لي الاعدادات لما ديجي نخش هنلاقي الحساب تحت وبقت موجودة هي جوجل بلاي وتليجرام وفيسبوك في ناس كتير قاعدت تقول لي ما ينفعش اصلا يبرد بتليجرام لأ هم قالوا ان هم هيربطوا بتليجرام فهو دي مش معلومة مني ده معلومة منهم او الفيسبوك او جوجل بلاي دين اللي احنا متكلم فيه احنا دلوقتي رابطين بجوجل بلاي ولكن آآ لما اجا اعمل فصل هافصل وهي ممكن اربط بحاجة تانية ولكن آآ هي لسه لحد دلوقتي بتاحت التجربة فانصح الناس ان نتخليها بنفس نظامها. حاجة يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس كانت مستنياها. وهي تحديث آآ مخزون الخارجين عن القانون. تمام? الخرايط اللي احنا بياخدها من الناس اللي ما بتهجوا علينا. تخلينا نقرأ خريطة كده اللي معاها طبعا كمية كبيرة جدا من الخريط. فهنقرأ آآ خريطة منهم وهنروح الى الموقع ونشوف ايه التجديدات اللي هم غيروها. يعني هم اعلنوها واضحة ان او آآ مخزون خارج آآ القطاع هو قطاع الطرق تعمم? آآ مخزون قطاع الطرق بقى آآ آآ متحدث عن آآ القديم. آآ فخلينا نروح نشوف ايه الموارد اللي بقت جديدة? هل هم زودوا فعلا الموارد ولا لأ? دي برضو نقطة يمكن من النقطة المهمة قوي اللي كانت شغلة الناس لان يمكن الناس زهقت من الاستاش القديم. نفس الموارد نفس كل حاجة يمكن انا بطلت بجمع الخرائط بقى عندي تقريبا تلاتين او حاجة وتلاتين خريطة. يمكن بتالي كان عندي اربعة وتلاتين خريطة او خمس تلاتين خريطة. ما باستخدمهم مش لان نفس اللبس الشتوي بنفس كل حاجة فا وانا خلصت آآ معايا كمية كمية كبيرة مش شوفان فمش مستفيد حاجة يعني في ناس كان بتاكم عشان الشوفان في ناس بتاكم عشان خاطر آآ مثلا القطع بتاعت الحصان او آآ بتاعت العربية لو لسه ما كان بنهش كل دي كان بتمقى موجودة في زي ما انتو شافين كده الخريطة بقت فيها آآ اشجار كتير وبقى فيها حاجات كتير ولكن خلينا نروح نشوف هنا المنطقة اهو فيه برضو آآ نادلة المستوى عشرة آآ فكرت اضربه بايدي الصراحة ولكن يعني معلش مش مهم هو هو برضو نفس اللي بيدافع عن المنطقة خلينا نفتح السنديق بقى ونشوف ايه الجديد اللي جوه السنديق. فيش اي حاجة جديدة جوه السنديق يعني السنديق هما يمكن برضو اربع سنديق هنا وطحين قدامي في الخريطة ما عاد قدش ان في حاجة تانية قدامهم او في حاجة تانية بعديهم آآ غنيمة آآ مش عارف طب يعني هو انا انا مش شايف ان فيه تغييرات او مش شايف اصلا ان فيه موارد يعني موارد كلها آآ الحاجات دي يعني مش ما ما استفدش منها. حانها يفتح اخير صندوق. بتاقي لي ده بقى اللي هتلاقي فيه الحاجة نفسها او الموارد اللي موجودة آآ انا مش شايف ان فيه حاجة تغييرت عشرة بزور شوفان اللبس الشتوي برضو نفس الطعم آآ برضو آآ يمكن قطعتين من النيكل الحاجات يمكن كلها تقريبا هي هي. هما ايه يعني انا مش فاهم هو التغيير كان تغيير في ايه? تغيير في الموارد ولا تغيير في الشكل. آآ في شكل الخريطة. لحد الوقت كده احنا التغيير في شكل الخريطة بس ولكن التغيير في الموارد ما فيش ايه تغيير في الموارد. آآ شكل الخريطة اضغير بقى آآ كأنهم كأنهم عسكر والناس شايلين حاجات بس في الاول والاخر ما حطين واحد بيحرص برضو ضعيف. آآ ونفس الموارد يمكن آآ الارض اضغيرت ولكن ما فيش موارد اضغيرت. ودي برضو نقطة هنا لازم نسأل عليها هو انتم كنتم عاملين حسابكو انتم تغييروا الخريطة يعني هو ان احنا الناس ما كانتش بتشتري من الشكل. انا مش فاري معي شكل خريطة انا اللي من الموارد. فدي يمكن حاجة غريبة جدا وهنشوف يمكن يعدلوها بعد كده يمكن آآ غلطة مسلا ولسه معدلوش الحاجات. آآ طبعا الناس كلها يمكن دي للحاجات الاساسية كده. ما عرفش برضو خلزهر عندكم حاجات جديدة احنا طبعا هنروح هنا الى المياه العميقة عشان نشوف بقية القصة الجانبية ولازم نروح للمياه العميقة. عشان كده اي حد ما ما يستغربش يعني لو القصة ما يزهرتلوش لو لقى ناس بتراعب قصة وهي مش موجودة عنده لازم تصلح رصيف القارب البخاري ويبقى شغال عندك وبنغرب ما هتروح له هتروح الى المياه العميقة زي ما تشافين كده واخد آآ طاقم شريف معايا واخد طاقم نائب مأمور واخد اسلحة اتنين وواحد سكوفيل وواحد بتاع الزابط واخد برضو علاجات آآ طبعا منشوف للاسف عندي لسه مستوى واحد آآ طبعا ما ننساش الشغلة بتاعة البعوض عشان برضو آآ لو قابلنا بعوض هناك كتير آآ فدي كده ان شاء الله هنشوفها في الحلقات الجاية لان آآ القصة طويلة فقصة غالبا مش هتعامل في فيديو واحد ولسه هنزور منجم المالح وهنزور معسكر الطواقف الدينية ولسه هنشوف الكلام ده ولكن مش هنشوفه الفيديو ده زي ما انتو شايفين كده الفاصل اول والتاني التالت والربع دول كده بتوع القصة لما نوصل هناك هنشوف فقا القصة الجانبية اللي موجودة ولكن خليها دي للفيديو جاي ده كده فيديو كان سريع عن حاجات اللي تعدلت في التحديث ده ولو برضو ايه خدتوا بالكم منه ممكن لبقى احنا في حاجة ما تكلمناش عليها في حاجة احنا مشوفناهاش قولونا واكتبونا في التعليقات كده ايه الجديد اللي انتو شايفينه في التحديث ازاي اللعبة تطور اكتر عشان نقدر نتواصل معاهم ونقول لهم طبعا بتفكر اي حد بيتفرج علينا مش دايس على الزرام متابعة يدوس عليه وكمان يفعل ضرور الجرس عشان يجيلوا تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا وتنسوش لك كومنت وشيروا مستنينكم انتكوا ضروري تقولوا لي اخبار التحديث معاكم ايه وستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكو ايجبشان جيمرز وولد